في الرب أيها الأحباء أطلب إلى أفوديتا وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب نعم أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص ساعد هاتيني ألتيني جاهدة معي في الإنجيل الذين أسماؤهم في سفري مع إكليماندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفري الحياة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوى أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما هو حسن إن كانت فضيلة وإن كان متح ففي هذه افتكروا وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم ما يجل الراب نصلي أبعان السماوي نشكرك نمجدك نعظمك لأجل كلمتك الصالحة المحيية المصلحة المغيرة التي أعطيتها لنا من الكلمة يسوع المسيح نشكرك لأن فتح كلامك ينير يعقل الجهال نشكرك يا رب العجل تاريخ الكنيسة الأولى اللي مذكورة لنا في العهد الجديد لكي نعرف إزاي ننتصر على العدو على الشيطان عدو الله هو الكنيسة تكلم لنا معلمنا رب لأننا نطلب ونصلي في الس المسيح آمين 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 ما أجدها للرب ما أجدها للرب كنيسة كنيسة فليبي زي ما قلنا في أكثر مرة أنها من الكنيس الممتازة وممتازة يعني هي مش مذكورة في الكنيس السفر رؤية سبع كنيس هي جمبهم مش بيدة عنهم هي في أوروبا دوكم في آسيا السورة يعني أصادهم بس ناحة أوروبا لكن مضح من الكلام أن هي كنيسة من الكنيس الممتازة جدا آفاسوس كانت كده بس في الآخر محبته الأولى راحت في الدنيا كالته اهتمامات العالم يعني أثرت في الكنيسة في ريبي ما كانتش كده لكن مش معنى كده لأن بولس بيكلام جميل قوي فرحي وسروري وأشكر إلهي مثلا عدد الأول عدد صح الأول على الثلاث أشكر الله عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدائيتي مقدم من الطلب لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركاتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن كلام جميل قوي وما بجملش بولس كلام ضح فعلا كان فيه واسق أن اللي ابتدى فيكم عمل صالح قادر أن يكمل لكن في نفس الوقت في هذا الأصلاح نكتشف أن كانت فيه مشاكل في الكنيسة ويصعب قوي أن تكون مش مشاكل في الكنيسة الكنيسة على الأرض والأرض ده بلد الشيطان والشيطان بيجول ملتمز من يبتلع والشيطان ممكن لما يخدع بني آدم يبتلع من الشيطان ممكن يبتلع فعلا الإنسان وشوفنا واحد في كنيس كروس خد مرات أبو إذا مبتلع من الشيطان أكيد شيرير جدا وخاطي لا ده تاب بعد أنه رجح مش شيرير ولا خاطي مبتلع من الشيطان فحتى في الكنيسة الممتازة نامية وخادمة وساهرة كان فيها مشاكل ومشاكل فيليبي ما كانتش بين الشعب بقادر ما بين الخدام حاجات عجيبة جدا عشان ما نستغرب لما يحدث ونتعصر لأن الرب خلق الشيطان آية وممكن يغوي أي إنسان فمش أي إنسان غوي نترد ونبعد ونطلع برا ما نعرف إيه اللي عايز ربنا غير إن إحنا نوبخه زي ما حصل في كنيسة كورونسوس لأنه كان موضوع واضح جدا وفي الآخر الرجل تاب بعد كل التميخ بعد ما تردو من الكنيسة شلو من الكنيسة شلو يعني من هما لا يشاركهم في حاجة لا في التناول ولا في ولا أم حبية ولا حاجة خلص في الآخر تاب الرجل فهنا في الصلاح أربعة بيبتدي يقول لنا شوية مشاكل أو مشكلة رئيسية يعني يترتب عليها شوية أمور إذن يا إخوتي الأحباء بداية للصلاح إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم ده صح ما فيش كلمة مجاملة في الكتاب بوليس مشتاق أيوة مشتاق بيحبهم طبعا بيحبهم وكمان يكملونهم يا سروري وإكليلي يعني أنا فرحان أنتم موضوع سروري كل ما تيجي سيرة كنيسة فيليبي يفرح لأن فيها جامع كبير من الأتقياء يا سروري وإكليلي لأن هم أولاد بوليس هو البشر وراح فيليبي هناك فإحنا فاكرين طبعا سجن فيليبي والعرافة والهيصة والهيصة والليه دي باعت الأرجوان وسجان فيليبي والسجن اللي حصل هناك هيصة كبيرة قوي ذكريات لبوليس ما تتنسيش ففرحان ففرحان جدا كل ما يسمع سيرته خصوصا يعني الآية بتاعة السجن دي رهيبة جدا إن ربنا عايز يخلي المساجين طب المساجين ما تطبعوش ليه عاجة عجيبة ربنا قال لمساجين وعدو عشان السجن ما يندرش لأن السجن ده ابن ربنا ومكانش عارف انه ابن ربنا بس عارف بعدين بعدين بكم ساعة ففيها ليها ذكريات طيب أو عند بولس إذن يا أخوات الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وأكليني اثبتوا هكذا فرح المشكلة جايها على طول العدد البعدي يبقى معنا كده نفهم أن اللي جاب المشكلة دي عدم ثبات أفودية وسنتيخ في الرب مشكلة بين اثنين خدام خدمات يعني أفودية وسنتيخ ما كانش عندهم ثبات في الرب الثبات من أهم الأمور في الحرب في واحد جندي ما عرفش تقريده حكايته إليه حكايته في مجتال عجب في الحرب العلمية التانية هي جاية في مجال الدسجن من حوالي ثلاثة أربعة شهر كذا وبعدين الحرب العالمية التانية قام هتلر يعني فهتلر كان خلى الفلبينيين اللي هم في دولة كده فيها فيها فيه أمريكا الجنوبية غريبة مش نسيت الاسم فأمريكا خلت الدولة دي معاها وهتلر الألماني خد دولة تاني معاها مش عارف هي اسمها يمكن كوريا حاجة زي كده مش طبعا لما قريت القصة كنت فاكت لها تنسيت ففي الآخر الحلفاء لما راحوا لأمريكا لتدخل معاهم في الحرب كانت أول حرب دخل أمريكا وأمريكا قبل كين منعزلة وكان خيرها يعني بس دخلوا الحرب العالمية فشافت نفسها قوي وأمريكا في الواطي كان وقتها أعلى دولة في العالم تقريبا فلما دخلوا أمريكا معاهم في الحرب فحصل أنه الحلفاء اللي هم الغرب يعني بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا الألمانيا كانت ضهم الألمانيا لأنها عامة الحرب ودول أوروبا وهتلر محاربوا كل دول فيه من روسيا كمان فلما دخلت أمريكا معاهم انتصر يسمون نفسهم الحلفاء وصار هتلر ده كان شخص مجنون رسميا انهازم فلما انهازم كل الأتباع مفروض خلاص يسلموا رسلحة بتاعته فالقصة بتقوليه قصة غريبة جدا هو مصور الشخص مش جايبوا قصة خرافية قصة حقيقية كانت فيه جزيرة من الجزر قرروا الجيش بتاع فلبينو ده ولا اي مش فاكر اسمهم نسيب الجزيرة دي فسبوها فسبو فيها واحد قالوا له اسمع دوله امر كده انت تقعد هنا احتمال ما يجيش حد يحرب خالص لانك قاعد حد هيحربك وهتلاقي نفسك نفسه يغلبك اضرب نفسك رصاص خلص عشان ما 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 يتعبك وما يزلك وما يعرف منك اسرار يعني اني نفسك كلام ده قالوا له الرئيس فراحلوا وشوفوا محاي ميت فينه ده ما عرفش عنه حاجة خالص افتكروا فجأة بعد ثلاثين سنة طبعا بقى شيخر الضبط بقى شيخر والرجل بقى شيخر فلقازم هو بالضبط بالضبط قاعد يحرص طبعا ما حدش جايه وقتها الجزيرة دي خالص اني لما شاف الرجل بتاعته القاعد بالضبط يعني ماسك سلاحه حاجة عجيبة جدا فكتبها فرانجل في المجلة وبيقول مفروض احنا نكون كده للمسيح ده صدق أوامر القاعد بتاعه ونفذها بالضبط وبعدين جايبين وبعدها طبعا وشوف تغير وحال تغير نضر بقى بيأكل كان جزيرة فيها شوية مأكلات كده ما تشبعش ولا تأكل فراح قابل المالك بتاع اللي انتصر بعلي اللي هو الفلبيني ده مش عارف اسم مين سمرقص وانعرف اسم الرئيس الجمهورية مش مالك هو رئيس جمهورية فراح مديله السيف بتاع حفلة كبيرة جدا كل دول بتتفرج عليها كقصة يعني خرافية لكنها حدثت فعل الحرب دي كلام فارغ مين ينتصر كله كله كلام فارغ لكن الحرب الروحية مطلوب مننا احنا كده اي نطيع الرب مش بني آدم نطيع الرب طاعة كاملة بغير منقول هو معقول يعني خمس خبزات يأكلوا مالكش دعوة قال لكم اعطوهم لتأكلوا تدوهم يكروا حياكروا بدل الرب قال فالقاعة الثبات مهم جدا فوضح انه في حاجة بين افودية وسنتيغية يمكن في الطبيعة بتاعته مش لازم حاجة روحية في الكنيسة مثلا واحدة قلبها حامي والتانية قلبها بارد طبيعية هكيد ده ممكن يوجد خلاف وشدة وعصاب واتهام في الداخل لو أنا معرفش دول لا لكن هنا لو حصل ان الانسان تخلى عن التعاليم المسيحية وابيدين غيره لحاجة هو مش مقتنع بيها هو شايفها غلط في الآخر ورخر التانية شايفها ده غلط في الأخرى فده معناه ان ما فيش ثبات في الراب ثبات في الراب ربنا خلق كل واحد شكل وربنا نتعان معاه فيه غلط روحي أنا تفاهم فيه لكن ما فيش غلط روحي لكن بيقدم انسان بيقدم الرسال اللي ربنا مكلف بيها من ربنا الغلط هم ينفعش لكده يعني زي بالضبط أنا صوتي مش حلو في التانية وأشكر ربنا أشكر ربنا ليه لأن أنا صوتي حلو كنت أتنفخ كمان أنا مرنم بقى مرنم صريح حلو لا كفاية عليك كده أنا مش أدري احتمل ربنا الدهون من كتير علي فالصوت حلو ينتقد الوعص والوعص ينتقد ماذا هو ده ده بيحصل ليش بيحصل لأن مهبة دي غير المهبة دي وما تدخل الأنا يبقى أنا عايزة أصار يبقى أنا عايزة أصار فهنا فوديا وسنتيخي ربما بينهم حاجة في طبيعتهم ما نعرفش بوليس ما وضحهش قوي لكن نظرنا تلمسها من اللي قبل واللي بعد الكلام عنه القبل الكلام يقول اثبتوا هكذا في الرب أيها لا حباه ثبات في الرب الثبات في الرب يحل كل مشاكل الإخوة إن كان الثبات بكل أمانة لماذا لأن الرب رأس الجاسد ومنه كل الأعضاء والثبات فيه يخليني أنا مرتبط بكل أعضاء الجاسد الواحد ما فيش واحد عندي مش مهم ولا في واحد عندي بغير منه حتى لأن ربنا عايز كده ربنا عايز وزع علينا المواهب وزع علينا الخنمات بهذا الأسلوب ودخل في الموضوع الأطلب إلى فوذية على طول أصاح أربعة هو طبعا ما كانش فيها أصاح أربعة الرسالة كاملة على بعد بغير أصاح والآيات حتى أطلب إلى فوذية على طول دغري أطلب إلى فوذية وإلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب يعني إيه يعني الرب الآب والإبن والأخور تقول تلت أحزاب ولا حزب واحد الله واحد الكنيسة أسموها أحزاب لكن رب ما يتسمش طيب لماذا يفتكر الإنسان فكري غير التاني في الرب تما كل موضح في الكتاب مقدس لماذا لا نبحث الأفكار المخالفة لبعض في كلمة ربنا أن نوصل لحل واحد فكر واحد أطلب إلى أفوذية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب كلام ده حصل مش بس في فيليبي في كناس كتير مثلا في أهل الرومية حصل بينه خلاف ناس تاكل بقول ناس تاكل لحمة لا ده غلطان لا ده غلطان لماذا ايه المشكلة في الموضوع ايه هي الآية اللي بتحرم أكل اللحم هتغل ايه اللي آية اللي بتحرم أكل البقول نتفاهم في الكتاب المقدس لكن مش أنا فكري كده أنا طبيعي كده أنا رأي كده مهم رأيك مش مهم في الروحيات الروحيات الكتاب مقدس هو سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا أمشي ازاي عسب كلمة الله بعد الدراسة الدقيقة ما في ناس بتقولك كلمة الله بتقول اكذب كلمة الله بتقول اضرب لا ما بتقول مكتوب فين فهنا أطلب الافوذية وأطلب الاسنتيخ أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب وحيانا بيكون الفكر مسيطر على الإنسان بحيث ما يقبلش غيره طبعا دلوقتي في الطايف دي الحكاية زالت خالص ده بقى في الطايف الوحدة فيها انقسامات وفي الانقسامات انقسامات وفي الانقسامات انقسامات يعني أي طايفة خذ أي طايفة مثلا خلينا في الطايفة الإنجليية المعندهاش تخليط فيه كم طايفة إنجليية كل شوية يطلع لنا طايفة وكل واحدة تطلع طايفة بفكر مختلف عن الأخر طايفة الإنجليية المشيخية فيها كاذا فكر طايفة الإخوة دي بينا كاذا فكر أنا أعرف منهم ثلاثة ضد بعض والماجيقين خمسة ستة ساعة ضد بعض لكل عشان ما سمعوش الكلام ما عملوش به لأنه لأنه كترة الكنيس وكترة البشر المشيخي فأتها الأولى كليماندوس يعني إيه يسوع دا أنت إيه يعني هتموت نفسك عشان لأيه أنا عايش كل ساعة في حياتي مع المسيح أخونه أخونه إزاي وفعلا قابل الموت دا الخصة بتقول كده يعني مش موجودة في الإنجيل فأصد هي شخصية مشهورة فبولس بيقول أنه فوديا سنتيخي كليماندوس وبين اللي اشتغلوا معايا دولا جاهدوا معايا الجهاد الحسن سعد بولس أنا بسألك بقى أنك تساعدهم يفوقوا من الوش السخيف اللي بينهم دا ايه الموضوع اللي ملوش معنا دا احنا نعرف ايه الموضوع لكن ايه الموضوع دا والحقيقة لما اي واحد يكون عنده عيلة هل تحتمل أنك تعيش وعيلتك كلها مقصومة على بعض بس ممكن ازاي كل واحد يجي لك الأخ يشتم في الأخ التاني وتخاني معاك كل واحد يجي لك يعني مشاكل داخلية في الأسرة وكبيرة في أسرة الغلب دا أسرة الغلب دا طب ليه ربنا يحتمل ليه نخلي ربنا يحتمل الغلب دا في كنيسته طب ما نتفى مع بعض نتفاهم في الحق وبعدين واحد ضعيف الإيمان مش قادر يفهم قوي نصلينه ربنا قوي هو مش ضعيف المهم معناها انه هالك نصلينه مش معناها انه زوان ان كان حسينا في خطر ان يكون زوان ندر نتكلم معاه لكن ان خلافات في الكنيسة وانا بولوس وانا لابولوس دا حصل في كولونسوس وانا الصافة وانا المسيح دا مرفوض تمام واحد صديقي يعني معتادل جدا في طائفة أخرى يعني فلما لقى الطائفة الكتير دي ما انبساطش وبعدين هو ليه أصدقاء في كل طائفة أنا مثلا من الإنجليين بقول ليه هو من كل طائفة فيه أصدقاء فسمىها تسمية قال أنا بسمي الطائف دي عبارة عن يعني أسر مسيحية بس ميلة بشكل معين لكنها تتعبد للمسيح وهتوصل ودي نفس فكرة مش وحشة لكنها مش صحيحة كمان ليه لأن احنا جسد واحد تصيح فينا عضاء ويدين ورجلين وبطن لكن احنا جسد واحد فكر واحد رأس واحد إدارة واحد إن وجد بيننا خلافات معينة ممكن مسموحة بحسب أنواع الخدمات اللي ربنا عايز هلنا بحسب أنواع المواهب اللي ربنا أدى هلنا لكن ما تصلش إن يكون فين شقاق بين اتنين ومزمن بإدارة كتابي أطلب لأفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب ساعدهم أنت يا شريك المخلص دول أشتغلوا معي كويس قوي وساعدوني كويس جدا وربنا أدام سمر حلو خالص مع أكري من ومباقي العاملين معي الذين أسماهم في سفر الحياة مرة سمعت تأمل في فكره الغد دلوقتي يعني بساطني بيقول لما يكونوا اتنين من تخصمين طب هيقولوا متخصمين في السماء ولا حتكسفوا اتنين مسحين متخصمين في الأرض طب لو تصولوا السماء هتقولوا إيه مش هكلمك هتأمل إيه طب متصطلح ما دير عش تأخذ لك يجيل فوق ده حتى لو وصل لإخصام فكم وكم أن لابد أن الفكر يكون فكر واحد في الرب يكمل بقى أبو السر السور وحن داخلين على اختام الرسالة دلوقتي يقول افرحوا في الرب كل حين افرحوا في الرب كل حين وأكاد أقول إن فرح أفودي وسنتيخي قال لك بعد عضو الإفراح وفي الرب كل حين لو أفودي فرحان في الرب كل حين وسنتيخي فرحان في الرب كل حين سيتجمع مع الله بدون أي نزل الخلافة اللي بينه ايه الفكر الخاص بك يا سنتيخي ايه الفكر الخاص بك عشان يكون الإنسان فينا فكر خاص فكر الرب مش هنا فيه كلمة زي فكر الرب تكون فكرا واحدا في الرب يعني فكر الرب ليه فكر في الرب هم يكونوا فكرة واحد مش فكر في الرب اللي هو قال عنه الكتاب مستأثرينا كل فكر لطاعة المسيح ما يقول حتة صغيرة بس كده برده حتة صغيرة كده منفع افرحه في الرب بكل حين وأقول أيضا افرحه والحتة اللي جاية بقى اللي احنا يعني هنشوفها عبارة عن متعة الحياة مع المسيح متعة الالتصاق بالمسيح متعة الشبعة بالمسيح أو اختصار متعة مل الروح القرس للإنسان الذي هو يتق الله ويحفظه صحيح تشوف المتعة بقى افرحها في الرب كل حين وأقول هذا أنك تفرح وبعدين تفرح وبعدين والفرح بيزيد مش بس كده أقول هذا نفرح يعني مش بس كم الفرح والفرح يزيد كان عندنا شيخ في السودان لما كان من ضم عضو جديد كان عنده سؤال مهم أو يسأله حتى بقى مشهور عنه الكلمة الفرح مستمر يعني فرح الخلاص مستمر معاك ودلقا مش مستمر كان يأجله يعني نتأكد أنه مؤمن الفرح مستمر يعني مش بس مستمر ده متزايد كمان افرحه وأقول أيضا افرحه يعني درجة ذاني وأقول أيضا افرح وأقول أيضا افرح نمر اثنين ليكن حلمكم وين ده اختبار مهم جدا آخر مرة أنا أعمالها عملين كده كل أحد يسأل نفسه أنا آخر مرة تنرفزت فيها امتى أو فقدت عصابي امتى لو أنت تنرفزت بعد الإيمان يبدأ غلط غلط فين الحلم يعني بعد أنت بيوم اتنين شهر سنة خلاص لكن كمان أنت بارح تنرفز إيه وده بقى لك 30 سنة في الإيمان مبارح تنرفز تنرفز على إيه تشد عصابك على إيه ألاست تؤمن أن من ذا الذي يقول فيكون الرب الأمين من ربنا أمر بكده تتنرفز إنت ليه هل ستغير إرادة الله هل ستعدل إرادة ربنا ستعدل إرادة يا الصالح المرضية الكاملة أعدلها ليه واطلب أنفذ فكري ليه ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرابق قريبا والحلم اللي هو يعني موسى موصوبي كان حليم أكتر من كل الناس صعب جدا مع أنه تنرفز مرة بس ما دخلش فيه أرد كانعان شفت إزاي لما تنرفز على الشعب هو يضرب له مستخرة من مرات تانية ما دخلش فيه أرد كانعان ما تقول اللي قال لك عدي ربنا رب قال لقول أنت هرون كلمة الصخرة أمام عنهم مستحملش تنرفز ورح ضرب مرة طيب ما دخلش أرد كانعان فد التحذير لينا تنرفز ليه والنرفز تجيب مشاكل لا حد لها لأن هالنرفز عبارة عن عمال من عمال الجاسد تعصوا بالإنسان لنفسه تعصوا بالنسان لأفكار لأن هلازم أعمل كده ليه بقول غير طالب ما يوافق نفسي بدل أكثر يلي كي يخلص لأن تنرفز ليه ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب هنا قريب يعني كذا معنا لكن نخض منه معنين الرئيسيين يعني أولا قريب يعني قريب قوي يضربك يا بتنرفز جدا قريب قوي يضربك مش بعيد قريب قوي يعني يتعامل معك يبكتك حلو ده باركة كبيرة بس هتقعد تندم وتدعبان طب وش هنم عش نم من الأول تنرفز والمعنى الرئيسي التاني الرب كمان ياخدنا خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة ده انت أنف ما جاء الخمسين والسستين والسبعين بكتنا بسفرين وحد دعت هنا طب ليه تسفر فوق وانت بكسوف وتكون عمل تقنية مع واحد ليه ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب خريب لا تهتموا بشيء عجيبة جدا الأه عجيبة صحيح ما همكشة بلاطة كده بلط الرب موجود الرب تصرف الرب اخذ باله الرب ملاحظ لا تهتموا بشيء ما نعمل بس يا بولس بل في كل شيء في كل حاجة نعمل بقى بالصلاة نصلي نصلي وفي الصلاة نبص للإنسان اللي دايقنا ده بل لان في حاجة همني وانا مش عايز اهتم بيها يعني في حاجة بتضيقني وانا ربنا قال لي ما تضيقش ما تثمش فاشوف مين لقى فلان الفلان الوضع الفلان ايض اصلي ادعيله اصلي وادعيله بال في كل شيء بالصلاة والدعاء واشكر ربنا على الامر ده اشكر على العمل في اشكر على التعب اللي تعبني به الانسان ده اشكر لان خفة ديقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقة المجد ابدي ويعقب على الايه ويقول نراء تاني باللغة الاخر لا تهتم بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لضل طب غير كده مش هتتعرف الطلبات يعني مش هتتعرف الطلبات يعني واحد اتنرف في درجة مثلا انه لعن وحلف وشتم يا رب يرحم ما وصلت فوق خارس هو ده تجاوب تعصلا ارحم ما وصلت فوق لم يعلم بيها الرب خلاص انتهت انت هيكت نفسك ونرفز نفسك وقلت كلام ما وصل رب والدليل على ذلك الرب قال الرب يسمع صراخ الظالمين لا صراخ المظلومين مش الظالمين لكن الرب يسمع تأوه الودعاء ده ليس لقول حاجة بس خلاص حالة المشكلة الرب يسمع تأوه الودعاء الكلام الكلام الرئي هو اللي بيصل الكلام الحناي الكلام اللي في تسليم الله هو اللي بيصل مش كلام في نرفزة وشكاية وضرب وإيه هو دي الحكاية مش عافية الحكاية تقوى الفراق وافتك بتوفى كبير فبسأل جوز بيته كان معنا في الجنس الشيخ بقوله هو حماك أنا سامع عنه قال نشوف هو من أول والصباح لأخر النهار يصلي لا يتحرك شي مش عارف يتحرك فقعد كده يصلي فقعد يصلي يا رب ده حاجة جميلة جدا إيه ده يعني أعظم عملت الدهول لما ما نقدرش نعمل حاجة في الدنيا ونقعد نصلي كده حاجة جميلة جدا حاجة جميلة جدا ما مزبوط أعظم حاجة يعملها الإنسان مش إنه يتكل على الشيطان ولا يتكل على ذاته ولا يتكل على أوباما لكن يتكل على سيد أوباما على الرب خالق الجميع يقول يا رب يا رب اهتم بالأخت دي اهتم بالأخ ده اهتم بسنتي اهتم بأفودية يا رب ارني مجدك ليتمجد اسمك يا رب يتمجد اسمك دي الحياة المقدسة التي يريدها لنا الرب لا لا تهتم بشي بل في كل شي بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لضا الله اخر ازاي انا اعرف مانمو في الإيمان ولا انا جاب ورا ازاي انا اعرف انا ماشي الادام ولا ماشي الورا انظر الى سلام الله في حياتك سلام المسيح اسمه ايه؟ رئيس السلام هو اللي بيدي السلام السلام مش موجود اللي عندهم مفيش عند اي حد تاني في الدني هم كلهم بتحكوا على بعض بالسلام نعمل سلام ايه سلام يعني نحارب بعض ازاي؟ من الظبط كده السلام يهيو بتاعك حاجة تضحك بتحكوا على بعض اكتما مش عارفوا رايب من النهاردة ولا مبارح ما عارفش امتى جاي في صورة في التليزون كده كده كان حد ازباع رهيب جدا العمم المسلمين دولا من كل انحاء العالم العاربي تقريبا ما عارفش كل ولا في حد تخلف كان كازا عمه وقابوا معهم بعض العمم المسيحية بعض العمم المسيحية يعني اللي هم ايه مش لمسيحين المسلمين قالوا عايزين ايه؟ عايزين نبطل العنف في العالم ويبقى العالم كله في سلام طيب اعملت ايه؟ لان هذا الموضوع بيدرس من اول قينو هبيل سلام فين سلام يعني؟ ليه؟ قال الهي لا سلام للاشراف السلام انك تتقي ربنا تاخد السلام لان هو اللي بيدي السلام ما تتقيش مش هتاخد سلام سلام ايه؟ كل شوية طلع لنا واحد انطحر ومودة كده مش عارف شاريه ولا ثلاثة واحد بيضحك الناس في كاليفورني هنا انطحر ليه قال عشان شوف بعد الانطحاريه؟ مجنون راس فيه؟ بعد انطحرجه لنا بباشر فيه حكاة لذيذة قوي حصلت معنا في اجتماعنا في أصل دوبارة زمان زمان خالص مش عارف سنة كام سنة كام ممكن سنة السبعين جاهز اب ما نتجوز كمان نتجوز صحر السبعين نتجوز صحر السبعين لذيذة قوي حصلت وكان هناك عائلة تتكون من اخت كبيرة واثنين ولاد يعني الاب توفر وما موتهم توفر فكان يدخل الولد الكبير انطحر الولد الكبير يلاقي اخته واخته تقية خالص ثم التلاثة احياء لغادي والولد الكبير ده جاء لنا هنا كنيسة مر هو في استراليا للوقت لماذا تصلي؟ عشان هو لماذا؟ هو كان رجل دنيا لانه تفوق في كلية الطب البطري فأخذ يدرس معهد البحوث بتاعة الطب البطري يعني وظيفة بعد المعيدة على طول في الجامعة يعني كأنه في الجامعة بس يعني حاجة تاني درست ابحاث بس يعني وكل شواء يستغرق يا بتصليل عزي مني دي يا رب خلص فلان واخوه فلان واخوه اتنين اخوات ده الكبير والتاني الصغار خالصة الثالث يعني صغار خالصة وبعدين اختباره عجيب جداً الشيطان اللعب يدبغوا لعبها يعني عجب ده يورينا إزاي الإنسان البعيد عن الله ممكن الشيطان يخنعه بالامتحر اخنعه بالامتحر إزاي قال أنا بعمل تجارب على الفران بس بخمن إيه التأثير بتاع التفاعلها مع الحقن الاتثالها أولاً بعمل تجارب على الفران طب ما الفران غير البني أدمين أنا بقى عشان أبقى مشهور في العلم كله كل الناس أغرافني هعمل التجربة على نفسي وحاموت بس وأنا بتقلم هقول كل حاجة خطوة في القلم واحد اثنين ثلاثة أربعة هتبقى دي ثروة لابتشاف علاج المرض الفلاني في البشر أي وحد أخنعه وبي الشيطان ووردت بالعدة وجاب الحاجات كلها في البيت عشان كانت راس السنة وقتها يرجع بعد راس السنة في التاريخ المعين في أشراقة السنة الجديدة يكون هو إيه أجرى البحث ده واشتهر البحث ده في العالم وهو إيه وصل بقى لما لا يعلم ومعرفش حاجة على بدية ومن أجل صلاوات أخته الحياة ربنا بعث له شوية ناس مش مننا مش من الاجتماع بتاعنا إنه هو إيه يصلي راس السنة دي منهم واحد بعث له كذا واحد يعني منهم واحد يصلي معنا حتى ما بشروش قالوا أخي قلبان كده قالوا تيجي معايا أصل دبرة كنا نحن يعني وقتها عندنا الاجتماع بتاعنا فألح على شوية فراح اداله إيه اداله معايا وبعدين خاف المعاد ده يتم ده اختبار وهو بيقوله فاصل دبرة بعدين بعد كم مدة بعدين كم أسبوع كده فراح ايه رتب ثلاث مواعيد في حفلات عالمية اللي هو بيحبها ابن يموت بقى ما خلاص حيموت دلوقتي قالوا لا دي ميت حيموت نفسه فرتب ثلاث مواعيد كل واحد بينه وبين التاني نص ساعة آخرهم أصل دبرة ده كان اجتماعنا تسعة رتب واحد تمانية ونص رتب واحد تمانية رتب واحد سبعة ونص قال ايه عشان ان ده مجاش ده يجي ان ده مجاش ده يجي ان ده مجاش ده يجي ان ده مجاش بقى هاروح اشوف اعمل ايه بصل برضو وكل مواعيد دي كانت في مدان التحرير بس ده في حتة ده غير ده غير ده فنان بقى رجل دكتور بيتري محتف فطبعا ربنا رحمته بقول صلاته اخته ولأنه هذا ابن الرب ثلاث معطر قاعد مستاني ده من سواء ونصر الثمانية ما جايش رحل الثاني ما جايش رحل الثالث ما جايش جاله الرب قالوا نرح معك تستغربوا الجدد فين الراجل الجدد هو بيطلع سلم الكنيسة احنا اجتماعنا في الثور الثاني في سلم كبير كده يعني حوالي بكين من خمسة وعشين درجة ثلاثين درجة كده سلم مثلا حوالي عشر درجات كده سلم عشرة وفي البصة الخمسة تقريبا طلع العشرة بتلا يسمع فيه ترنيمة يعني بيقولي دول بتدى ينتبع على آخرهم كده بتدى الخمسة التانيين دولة لا بتدى بتدى يقف يسمع كويس فالعشرة التانيين في ثالث سلمة جدد ايه ده اخت ربعة كتنصيانة وعملة توصيات كبيرة او احنا متمنى نشوف دخل من الجدد خالص في ترنيمة من ترنيمة انا كنت فكرة التانية بس نسيتها الوقت فالاخر يقولي طيب انا هعمل البحث الكبير بترعي لنفسه طيب انا سيكون متن هشوف اي هشوف انا شهرتي ازاي وهنا نعرف ان الشيطان ممكن يخدع انسان بالانتحار زي الرجل الفوق اللي ينكد ده انه اشوف العالم الجاية ذهب الى العالم الاتي او جهنم الاتية او الهوية الغتلة متيجي تفتح جهنم اهبائي اهم حاجة في حياة الانسان فاعلية السلام فاعلية السلام الرب حيى التلميس في العلي قال سلام لكم سلام لكم التحية في غالبيت في بعض الرسائل وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع هل انا عايشين في سلام سلام مع الله سلام مع انفسنا سلام المسيح مالينة هل يمتلئ القلب سلام لن يضطرب القلب لن يرهب القلب نختم مزموط 23 بيقول داود الرب راعية فلا يعوزني شيء دا انا امتى قال انا هو عائل قد كده بيرع غنم معرفش قبل ما الاسر الدب بيقتلم ولا بعد لكن هو صغير قوي الرب راعية فلا يعوزني شيء في مراعي خضر يربضني الى مياه الراحة يردني يرد نفسي ايه دا العائل الصغيرة بيرعنم دا قال له اسمه الصغير ابو قال اسمه الصغير صغير يعني مش تين اجر لا صغير مدرس احد انجزت حتى الموت في وادي ضمن الموت لا اخافش الرد عصاك وعكازك هما يعزياني ما اعظم سلام الله الذي يفوق كل عقل اللي هو العلامة الاكيدة ان احنا مشيين مع الله ونظرين الى الله وممتلئين من الروح القدس بقدر يعني نأمة والنأمة يزيد الملء يزيد وكل ما رب نقترب الرب اللي نأمة يزيد والملء يزيد واللي لهنا كل المجد الابد امين 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 مجد